اهلا بكم معنا ويوم جديد وصوت الناس النهاردة هيكون معنا مع حضراتكم مجموعة من الاخبار المهمة جدا واللي بتهم حضراتكم بدعوكم طبعا ان تتبعوها والاخبار دي هدفها اننا نعرف قد ايه ان بلدنا بتتطور وفي ايه بيحصل فيها من اجراءات ومن ارادة سياسية قوية عشان البلد دي تتطور وتبقى افضل وافضل كمان وان شاء الله هيكون لها شأن عظيم وده خلال الفترة اللي جاية ان شاء الله بس قبل ما نبدأ مجموعة الاخبار دي في جزئيتين عايزة اقول لحضراتكم عليهم اولا هيكون معنا النهاردة فقرة مهمة جدا جدا هيكون ضيفنا النهاردة في صوت الناس هو الدكتور علي عبد الرؤوف الادريسي الخبير الاقتصادي واللي هيكلمنا بمنتهى البساطة عن مؤشرات نمو الاقتصادي القوي اللي دفع وكالة مغدز العالمية لتثبيت نظرتها الايجابية للقطاع المصرفي المصري وهيشرح لنا ده معناه ايه على المستوى الاقتصادي ويعني ايه استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي يعني ايه زيادة في معدل النمو الاقتصادي اللي هي وصلت لخمسة فاصل تلاتة في المية ده هيكون معناه ايه؟ يعني ايه ارتفاع حجم الودائع؟ يعني ايه زيادة الاحتياط من النقد الاجنابي لأكتر من 44 مليار دولار؟ وزاي انخفض معدل البطالة خلال الفترة اللي فاتت لأقل من 8% وده المفروض ان هو رقم مهم جدا جدا وبيعني كثيرا على المستوى الاقتصادي الحقيقة كل الانجازات الاقتصادية دي حيشرحها لنا دكتور علي النهاردة بمنتهى البساطة نقدر نشوفها ونستفيد منها ازاي؟ وكمان الناس اللي مش فهمة على المستوى الاقتصادي ده معناه ايه؟ او الخطوات اللي موجودة او بتحصل في الدولة دروياء السيدي ترجمتها على الارض الواقع ايه؟ هنحاول نشرح الكلام ده النهاردة في لقاءنا مع دكتور علي الإدريسي والحاجة التانية اللي عايزة أكلم حضراتكم فيها كمان قبل ما ده أخبارنا ان في ناس بتحاول ان هي تعطل مسيرة مصر وبيحاول ان هم يفتعلوا تقارير واكاذيب طبعا واحداث مفبركة او مواقف عشان ان هم يبقى عندهم حجاج عشان يشنوا حملات مغرضة على مصر واقتصادها وقيادتها الحقيقة رسالة لكل المصريين مش عايزين اننا نفضي نفسنا ونلتف ونلتفت للمحاولات الخبيثة دي خلينا نكمل بنا ونساعد في تغيير شكل مصر عشان على الاقل ان تكون زي ما كلنا بنحلم بيها مصر اللي بتحارب الإرهاب وفي نفس الوقت بتحارب الفساد والإهمال وبتبني مستقبل وبتحارب المخدرات وبتحارب التراخي وبتبني بكرة لولادها وبتحارب التخاذل وبتحارب الكسل وبتعمل بنية تحتية وبتعمل شبكة طرق وبتعمل مشروعات وبتحارب الفشل وبتحارب الأمراض وبتحارب الإرهاب والمفسدين والفاسدين واللي بيحاولوا أن هم يأثروا على المجهودات دي أو على الإنجازات دي مصر الجديدة كلها بنى وتطوير وتعمير وعمل وإشراق وأمل خلينا نفكر بس في جزئية دي ونبتعد عن أي تقارير سلبية طبعاً همش نتكلم عن مواضيع التقارير الخارجية الأمريكية ولا أي تفاصيل لأن الكلام كتير والهري كثير لكن إحنا مفروض الحاجات اللي زي دي لا نعرها انتباه لأنه دي مش أول مرة تحصل يعني إحنا مش متفاجئين وده شيء متوقع أن الدولة بتحارب بأشكال مختلفة دا شكل من ضمن الأشكال فالمواطن لازم يعي دا جيداً لكن المفروض التقارير اللي زي دي إحنا نتجاهلها تماماً نتجاهلها تماماً ولا كأنها اتواجدت أصلاً ونشتغل ونهبني بلادنا